سأبدأ معكم المقادر من طريقة الأولى لتخمر البيتزا و ايضا خفيفة هنا يكس الماء دافي ثلاثة المعالقة طحين سكور سانيده هنا معلقة كبيرة ثلاثة المعالقة كبارين ثلاثة المعالقة صغيرين سكور سانيده و هناك قصة صغيرة الخميرة لنضعها سخون لنقلل الخميرة سكار و الخميرة لنضع الخميرة نضيف تحيني و نضيف الماء و نضيف نشف و نضيف الماء سوف نغطيها في بلاستيك ونجعلها تقريبا 1-2 ساعة ساعة نرجع لكي نكمل العشينا دينا ونضيفها في الماكينة لكي تدلقها مزيان سوف نضيفها بعد 6 ساعة سوف نضيف حميرة سوف نضيفها الصغر سوف نضيفها المقاة الأخرى سوف نضيفها الملحة الملحة لحسب العجينة يوجد المعالقة لزيت البلدية نص معلقة صغيرة بودرة تومة وزعتر زعتر لحسب وزعتر زوين لا يكتر بزيته وزعتر ملحة نضيفها نضيفها مره ثم نضيف بودرة الزعتر نضيف الزعتر الجلدية جيدة وتضيف السماء بالزعتر الزعتر نضيف السماء سأبدأ الواحد بدأت التطقيق لتطقيق على حسب وإذا لم يزد прилأة أخر لانهم يتأكد الكبار ولليس يجعل الناس سأفعل حسب نقوم بعمل الطحين كما تشاهده هنا اررني ساليت الدقيق كي قال لي عندي غربلته دبا غراني درت العجينة مش غدين بدان عشنا دبا هانت وما كما تشاهده انا عجنت العجينة ديالنا فانا ادرسها في البلاستيكة وغاد نخليها على ما نوجد ديك المقادر ديال ديالتعمير اللي غادين نعمروا بيها البيتزا وديك ساعة نتلاقها منك نديرها في البلاستيكة كتديد كترخة وكتولي زوينة كتولير طبعا دبا هانتو ما كما تشاهده الخضير اللي غادين ندير في البيتزا عندي هنا يلفلفلة عندي هنا يربصلة عندي هنا الشامبينيو عندي هنا الزيتون عندي هنا قريعة قطعتها لها الطريقة عندي هنا الزعتر عندي الملحة وعندي الزيت المائدة باش غادين نشحر هاد الخضير هادين هاد نشحرهم وذلك ساعة نتلاقها ان شاء الله باش غادين نبدأوا نقرسوا البيتزا ديالنا كما كنت تعرفوا كما نشحروا يعني زويتة والمليحة وكن نشحروا انا غادين نديرهم كامل بتققية واحدة يعني غادين ندير موراها عليها الفلفلة وموراها غادين ندير القرعة وموراها غادين ندير شامبينيو لان الشامبين كما تعرفوا لأنه يكون مرقضة في العلب ويكون غير طيب ومن بعد ذلك ساعة غادين نزين بالزيتون والزيتون وانتمما كما ترون الموضوع الجزا نجعلها تخمر وكتولي على هذه الطريقة نحيط لها البلاستيك دمتها تجرب المسجدين يمكنني اذا اضعها بلاستيك المسجدين كما تتجربين سوف تضع المسجدين سوف تغيير المسجدين الان سوف تقوم بتصوير الدم سوف نقضي المسجدة يبقى الغسغة وراء يبقى الحرش انا اغلبية الفيزة صراحة نديرها جارية انا لم ندير الفيزة اللي تكون شوية بحل شكل بحل شكل تجعل الطريقة الخبز لا الفيزة ضروري يخسج شوية مطلوقة اقربة شوية المطلوع باش فاش نديرها ما كدش من الداخل ما كدش من الملبزة كما كان قولو ملبزة قدش من الداخل انا نقع جد طريقة هادي حتى نكمل احد القريصات دينا ودكسا ان شاء الله نطلقوا باش نديروا نسرحوها دبه هانتوما كما كدشوفو هانارني وجد قاعد هاد هاد اه هاد اه هاد اه مجد قاعد المقادير اللي غادي نعمر به اه البيتسا عندي هنا الخديرة اللي كنت ورسك ومن قبلو شحرتها عندي هنا الفرماج فرماج وزاتر وبجاج وشوارما وطاكوس وزيتون وصصصصص سنبدأ انا لدي تقنية البيتزا كل واحدة تقنية البيتزا تقنية البيتزا تقنية البيتزاة مطاعم البيتزاة بعد ان اخليت هذه القريسة جيدة تجدها انسيت لا تضع هذه القطع تقنية البيتزاة مرة القناة يجينة كاملة تقنية البيتزاة والاقسط و تجدها اكثر ترقيق في هذه الحفرة والعجينة كاردوعة في جناب والفران اللي اشعلته و خليتوك يسخون مزيان مزيان لان هذه البيتزة ضروري يخص الفران يكون مجهد و يكون سخون انا البيتزة دينار ندرسها في الرماية و الرماية كندير فيها شي شوية ديال الطقيق للفينو باش من كان مغير رماية ها هي كتزلق دغيا هاش ما كما كتشوفو كانت تزلق دغيا و كتفط الفران انا كنطيبها الحال كنطيب الخبز ما كنديرهاش في اللاطا ولا في انا كندير هاد ماطيشة هادي ديال الليدل هادي كتجيزوينة بها البيتزة ندري واحد شوية كلما كتعرفوا الدراري كل واحد و شنو كيبغي كلي كيبغي السوسس كاللي كيبغي ديال الشوارمة كاللي كيبغي بالخضرة لانك اعطوهم الاختيار اللي بغاشي حاجة كنديرو هادو ندير هادي ندير هادي ندير هادي السوسس يمجح كايندير هادي ما كتب غير ماشي بحالة اللي كنزربوا عليها هيا الها الاجينة ديال بيزة ضرورة يجبها ترتاح نضيف الفرماج ثم نضيف الفرماج نضيف الفرر اضع الشوارمة اضع الشوارمة تشرم القزار اضع القزار يكون مجموعة نحن يكون طيبه يعني كيكون واجد يشده طيب تكون ندير اللوحة دكت بزيرة دياله و دكت شرميلة دياله الصراحة كيجيزوا نزيته 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 كما تشاهده هذه السوسيس هذه الجج الشوارمة وهذه الخضراء و درت له معها من الخيط مرة مرة لنفخيط ماشي مشكل و اضطت له معهم حتى كيتشوب ركما عرفتني بصورك احماق بلش هاجا اسميها كيتشوب و كما تشاهدون يجيو البيتزال دياله مقرملين ورطفة يجيو زويلين بززاف أنا كتعجبني هذي البيتزال التي تعجبني كتكون مقرملة و قرطبة بجوش نتمنى على الفيديو يعجبكم و شكرا للناس اللي كيتابونا و عدنا و شكرا للناس اللي كيتفرجوا في فيديو يديهولي و نتمنى و نتلقى و ان شاء الله ياربي في فيديو وحده اخر و ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة